سكانوا سفوح الجبال بأجدير دون ماء صالح للشرب أربعة ألاف أسرى معنية بهذا الحرمان الهم يومي ودام أكثر من خمس سنوات تاريخ انطلاق أشغال مشروع للربط بشبكة الماء الشرب وهو المشروع الذي يظل حبرا على ورق كيف ذلك في الروبرتار صدق بن زيناء رشيد لطفي منذ 2007 انطلق تشغال هذا المشروع لربط الساكنة دواوير سفوح الجبال بأجدير بالماء الشرب اكتمل إنجاز المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولم يتم بعد ربط الساكنة بشبكة الماء الصالح للشرب ساكنة تقدر بأكثر من أربعة ألاف أسرى كان شويتنا بل 2600 وجود واحد شاركة قال لك هذا غاد ندوز لكم ورد الماء الماء هنا دبوزو القادوس خدموهنا دبوزو القادوس 36 سنين 36 سنين ولو إذا كانت تنمية البشرية دالها سيدنا الله ينصروا باش يتنفع بين الناس اللي هم فقارة والدور اللي في الهشاشة أرى الأولوية هذا الناس والأولوية يقصد بها هنا استفادة ساكنة دواوير سفوح الجبال من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب قبل تجزئة أبراز التي سوقتها مجموعة العمران وبشرت حاليا أشغال ربطها بمشروع الماء الصالح للشرب الذي أنجز في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتجري حاليا أشغال إنجاز شبكة للصرف الصحي في إطار مشروع إعادة هيكلة دواوير سفوح الجبال والذي رصدت له ميزانية تقدر بأكثر من 200 مليون درهم فيما الساكنة تنفذر ساعة استفادتها من مشروع الماء الشروب الذي ما يزال معلقا إلى حين